عليش هي ساير التصعيد من قبل الاتحاد على خلفية شنوه؟ الخلفية المعلنة بلوكاج توتال هو بلوكاج توتال لكن أنت كيف تقرأ؟ أحنا مستنسين معناها كيف تقرأ النصوص تفهمني الحاجة الأساسية لهنا هي انتفاض الاتحاد ضد البطاقات الإداء اللي صدرت ضد نقابي هذه هي أهم مسألة تتداول وهذه اللي يتم التحشيد على أساسها ومنها استنتج الاتحاد اللي هناك عرقلة للعمل النقابي وللعمل النقابي سيتم محوه من تونس نظراً للي فما نقابيين وقعا سجنهم لكن هنا هالنقابيين هذوما هنا فما سجيل في المسألة هذية فما شكون يقول لك النقابيين هذوما تسجنوا على خاطر نشاط نقابي فما اللي يقول لك معنى كيف نقابي يعمل قضية متحقعة يجي مثلاً للبياج ويحل يشرع البياج اللي هي جريمة معناها موجودة ويحل هل نعتبروها هذي جريمة متحق عام ولا هل نعتبروه ممارسة حق نقابي فهمت؟ معنى الأمور واضحة دونك الاستقواء بالمنظمات والاستقواء مش بالمنطقة الخائبة بمعنى البحث عن المساندة البحث عن المساندة والدعم تقول لنا هاني عندي قضية وبطبيعة كل حد عنده قضية يحب ناس تدعموا به جيت السيدة الأولى متع اللي تونس خرجت فيها بيان تا بيرسونا نونجراتا وترحيل وكنا علقنا عليه هذيها وقتها أثار هذيك اللغت وقالت حكايات ووليت معنى كبيرة واحنا ذكرنا وقتها اللي جميع وحكينا على البلدين باللسة معتينا لسامي البلدين الديمقراطي اللي احنا ناخذ عليها في الدروس هي اللي عملت قبلنا السابقة هذيها متاع اللي تعتبر الناس بيرسونا نونجراتا ولا بيرسونا جراتا يدخل ولا ما يدخلش علش على أي أساس على أساس اللي شخص هذيك معادي لسياساتها الداخلية والوطني ولأمنها الداخلي هذي السياسات معنى هالترحيل اللي عبادة على خاطرهم ضد اتجاهتها وكل عملتهم بلدين كما امريكيا وبلدين كما اوروبا مؤخرا معنى بلدين من اوروبا معنى ما تنجمش تجي تقول لي هذيها الإجراء هو إجرام تا الدكتاتوريات على خاطرها ومعمول بيها أيضا في الديمقراطيات أو من تسمي نفسها كذلك به طوى نرجو للسيد اللي وقعت ترحيله البارحة به هال السيدة ذي كما قال مهدي هو جاي معنى ها إنسان محايد ماركو بيريز مولينا ماركو بيريز مولينا بش يعطي العسارة متاع تجربته لأ وذي بتصريحه هو هاو السيدة ذي من الطيارة شنوها اللي قال قال ياسيدي اينا راني جيت لتونس باش نساند السندكات قاعدة نترجم في السندكات اللي واه اللي قاعدة تحارب من أجل الديمقراطية في تونس سبندن قال لكن احنا في تونس لاحظنا اللي الحكومة هي قاعدة تعمل في سياسات دي بوليك تري سيريوز كونتر لسندكاليسم معنى سياسات معنى كبيرة يسر ضد العمل النقابي ومخترقة للقانون قال انفرينيون لالوا معنى الدولة التونسية تخترق القوانين وتيسق العمل النقابي معنى تلجأ حتى إلى سجن المناظرين النقابين هل في هذا؟ ومجلس النقابات العالمي أدانا هذا هل في هذا؟ هل في هذا؟ معنى تدخل في الشأن الداخلي وإلى ليه؟ طبعا فيه تدخل في الشأن الداخلي انتي يجيه هو طبعا من حق أي حد بشي يكون عنده نشط نقابي وغير ذلك لكن أما انتي تجيه انتي تعمل أحكام تقول هذي البطاقات الإداع اللي احنا قلنا فيها قراءتين ما زالوا معنى حتى لليوم فما سيجيل انتي تجيه تقول ليه هذي الدولة التونسية تخرق القانون وهي دولة معنى تعتدي على الحق النقابي فلهنا طبعا فم قراءة موجهة ضد الدولة التونسية وضد سياساتها دونك من العادي بش الدولة التونسية كما البلدين اللي حكينا عليهم كما أمريكيا وغيرها بش يعتبر يقول لك الشخص هذي اللي هو عيدئي ضدنا هو يعتبر برسونة نونجراتا والشخص هذي هو بقوله ما رحلوش من غير ما يعطيوه الأسباب بل عطاوه الأسباب في المطار قالوا لوا قالوا لوا قالوا لوا ما دوني درزون دي سيكوريته انترن فانت او ما دونك دي كس تلا رزون بولاكال جون بوفي بارانتخي دانل باي معنى قالوا لوا ماتن جام جتودخول يمسيال متعالي قابل أمن الداخلي دونك نتصور اللي المسألة واضحة بطبيعة الاتحاد من حقو من بعد بش يعمل ناشات تسعيدي اللي دانسانغول على خاطر هو يعتبر اللي السيد هذي يعني هو من موسيني دي في القضية بتاع وقد كو الاتحاد يعتبر اللي مسألة ايقاف نقابيين هو ما هيش مسألة عادية مش على خاطر غلطه وقضية متحق عام بل هو اعتداء على الحق النقابي فهذا يدخل في تحركات المشروع وانذكر كان بودنا وانو الاتحاد اللي عم تونسي للشغل نسمعوه ناخذو الموقف الرسمي ويتفعل معنا ويجاوبكم حتى على الكلام ولكن تعذر عليه هذا في انتظار وانو ناخذو تصريحات